سلمت الحكومة للمبعوث الأممي ردها على خارطة الحل التي كان قد قدمها في وقت سابق ورفضت الحكومة التعامل معها حينها قبل أن تخضع لضغوط دولية تدفع نحو قبول الخارطة كحل نهائي للأزمة اليمنية مصادر في الحكومة أكدت أن الحكومة أبقت على رفض هذه الخارطة وأوضحت في ردها جملة المخالفات التي تضمنتها خارطة الحل للمرجعيات التي تم الاتفاق على أنها تشكل أساس الحل في البلد وبحسب المصادر فإن الرد يتكون من عدة فقرات تتمحور حول مخالفة الخارطة لقرارات مجلس الأمن 22-16-21-40-220-1 والتي تنص على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح إلى السلطة الشرعية ومعاقبة المتسببين بالانقلاب فيما جاءت خارطة ولد الشيخ متجاهلة كل ذلك لتتحدث عن أطراف صراع مقترحة تسليم السلاح لطراف ثالث الرد تضمن أيضا مخالفة خطة ولد الشيخ للمبادرة الخليجية في ثلاث فقرات أهمها موضوع الرئاسة حيث جاءت الخارطة لتلغي مقرارات مبادرة فيما يخص العملية السياسية معتمدة رؤية الميليشيا في عملية إصلاح مؤسسة الرئاسة جزئية أخرى من الرد تضمنت مخالفات الخارطة لمخرجات الحوار الوطني وتتمثل باقتراح الخارطة لمؤسسات بديلة عن المؤسسات التي اقترحت المخرجات فيما يخص الإشراف على العملية الانتقالية وكذلك دعوة المبعوث الأممي إلى حوار جديد وهو ما من شأنه أن يلقي كل مخرجات الحوار الوطني في ظل استمرار المعادلة السياسية مختلة على النحو القائم وعدم إزالة أثار الانقلاب الرد تضمن أيضا شروطا وضعتها الحكومة لقيام مشاورات جادة تتضمن إخراج الرئيس المخلوع وزعيم ميليشيا الحوثي إلى منفخ تياري وتسليم الأسلحة والانسحاب ومحاسبة من تسببوا بالانقلاب وعدم التعرض لشرعية الرئيس هادي بغير انتخابات وتحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي وإلغاء كل ما ترتب على الانقلاب الملاحظات في مجملها تشير لحجم الانحراف الكبير الذي طال الخارطة الأممية للتسوية السياسية في البلاد وهي مؤشر على الخفة في البحث عن الحلول دون التعاطي مع التشخيص الحقيقي للمرض اليمني المزمن والمتمثل في الانقلاب على الدولة ومحاولة شرعنة وجود وسلوك الميليشيا